أعادت عائلات ذوي الأسرى والمفقودين العراقيين خلال الحرب العراقية الإيرانية فتح ملف أبنائهم بمطالبات واسعة للجهات المعنية لبذل مزيد من الجهود من أجل معرفة مصير أبنائهم وذلك تزامنا مع الذكرى الرابعة والثلاثين لمعركة الفاو وتشير أرقام رسمية إيرانية إلى أن معركة الفاو أسر خلالها أكثر من ستة ألاف جنديين عراقي بينما ترفض حتى الآن الإفصاح عن مصيرهم وأوضاعهم فيما تتلقى عائلات بعض الأسرى والمفقودين بلاغات رسمية في فترات متباعدة بالعثور على رفاة أبنائهم أو بعض مقتنياتهم فضلا عن صور لهم يقولون إنها تثبت وجودهم أحياء في إيران حتى الآن